مساء الخير يا دكتور بنتي هتم سنتين بعد شهرين ان شاء الله وان شاء الله هبدأ معاها تعليم مهارة التحكم اللي هو يعني التحكم الارادي في التباول والتبرز تمام والاستغناء عن الحفاظ انا همشي حسب نصايح حضرتك اللي قلتها في الموضوع ده طب الله يباركلك بس كنت محتاجة اعرف ايه اكتر الاخطاء اللي ممكن اقع فيها من غير قصد وشكرا جدا انا الحياة اللي انا اللي بشكرك على السؤال طيب اول حاجة قبل ما اقولك ايه الاخطاء يعني ده فعلا سؤال جميل يعني لانه هي بقى مش بتسأل على الطريقة لان هي خلاص هي بتقول انا هرجع للطريقة او هعمل اللي حضرتك قلته فهي كده واضح ان هي اما تفرجت على حلقاتنا اللي قدمناها في هذا العنوان او بترجع للمحتوى على اليوتيوب او على فيسبوك فدي حاجة عظيمة لكن هي بتسأل عن ايه بقى ايه الاخطاء بقى يعني الطريقة خلاص عارفة طيب ايه الاخطاء اللي ممكن اقع فيها فده عشان كده انا الحياة مبسوط بالسؤال الاول اول بس مالحوظة عايزة اقول لها لحضرتك انتظري الشهرين دول يعني ابدأي لما الطفلة تكون خلصت السنة التانية تمام تاني حاجة ببشرك يعني ان البنات بتتعلم اسرع من الولاد وبرده التعليم في فصل الصيف بيكون افضل بكتير قوي من فصل الشت خلاص لكن بلاش نبدأ يعني احنا في فصل الصيف اهو بس بلاش نبدأ نعلم في وقت مصيف مسلا في اجهزة مصيف او بلاش نعلم الطفل المهارة دي نبدأ يعني بعد التطعيم على طول فيه تطعيم خارج التطعيمات الاساسية بيبقى ضد الحمى الشوكية ده بيكون عند عمر سنتين يعني لما طفل يكمل سنتين فبلاش بعد مثلا تطعيم تاني يوم ولا تالت يوم نبدأ تعليمه لا نستنى شوية بلاش نعلم الطفل لو كنا هنودي حضانة في نفس الاسبوع مثلا يعني لا لازم يعني نبدأ وبعد كده بعد شوية نودي حضانة يعني نودي حضانة وبعد كده نبدأ فاهمين قصدي؟ يعني دي بس ملاحظات كده ايه سريعة اشهر الاخطاء بقى هو ايه اولا ان احنا نضغط على الطفلة انها تتعلم بسرعة ده غلط جدا لان زي ما قلنا المهارة دي ست مراحل كل مرحلة بتاخد من اسبوعين الى شهر اللي عايز يعرف بقى الست مراحل اللي يرجع بقى لليوتيوب والفيسبوك تمام كده يكتب كده التعليم التحكم الاراضي في مهارة التباول والتبرز عند الاطفال يحكى ان دكتور محمد ريفل هتلاقوا فيديوهات كتير جدا خلاص كده يعني لما بنقول ان كل مرحلة من الستة بتاخد من اسبوعين الى شهر يعني المتوسط اللي هو كل مرحلة تاخد 3 اسابيع 3 في 6 يعني 18 اسبوع يعني ده المتوسط تمام الضغط على الطفل او على الطفلة بيطول فترة التدريب وده مش مطلوب يعني تمام الجوهر الاساسي في المهارة دي ان احنا نبقى متأكدين من حاجة مهمة قوي ان الطفل كمان عايز يتحكم يعني مش احنا اللي عايزين بس انه يتعلم لا هو عايز يتعلم وبالتالي هو عايز يتعلم عشان يرضينا وعشان يبقى زيك كبار خلاص فبالتالي مش لازم يبقى الطفل خايف مننا انتو فاهمين قصدي هو لازم يبقى الموضوع فيه تشجيع وفيه تحفيز كده من الاخطاء برضو الخطيرة جدا فكرة العقاب او خطأ العقاب انه لما الطفل نقول له حاجة في اي مرحلة من المراحل وبعدين اه ما عملهاش نقوم نعاقبه او نقول له حتى احنا هنعاقبك عشان لا دي مهارة يعني احنا المفروض ما نعاقبش الطفل لما ينطأ كلمة غلط ما نعاقبش الطفل لما يجي مثلا يحاول يقف وما عرفش في المرحلة اللي هو بيتعلمه فيها الوقوف فهي دي مهارة زي بقية المهارات صح كده فتخيالي كده مثلا حضرتك او تخيال حضرتك لو مثلا ما كنتش بتعرفه تسوقه وروحته مدرسة لتعليم السواء فالمعلم او اللي بيعلمك يعني القيادة قالك هنعمل كذا كذا فانت ما عملتش هيقولك هعقبك هتقول له يا عم مش عايز تتعلم خالص فهمتوا قصدي فهي دي مهارة مش لازم نربطها بالعقاب خالص من الحاجات برضو الاخطاء الشائع قوي ان احنا نحبط الطفل يعني نديله احساس ان هو تأخر في التعليم او ان هو مفيش فايدة او ان احنا زهقنا دي من الاخطاء الجمدة جدا لازم نتجنب من الاخطاء برضو ان احنا نفضح الطفل فهمين قصدي يعني ايه يعني انه عادة لما الطفل ينجح في مرحلة كده ان الطفل ينجح في مرات ويفشل في مرات المرات اللي نجح فيها زي ما قلنا قبل كده بنحتفي بيها جدا وبنبلغ الناس كلها نتصل بالتليفون بقى بخاله وبتيتا احنا بقى اتحكم وهي اتحكمت وخلاص وشطرين وبتاعت طيب حصل بقى العكس ما نقولش الطفل بيقدر جدا الموضوع ده لما بنعلن الخطأ ده ده بيبقى حاجة وحشة قوي عند الاطفال من الاخطاء برضو الشائعة في تعليم الاطفال المهارة الجميلة دي وانا بقول جميلة وخلوا بالكوا كده فكروا من اللي انا بقوله المهارة دي لما الطفل بيتعلمها بنبدأ من سن سنتين مش هيتعلمها تاني خدتوا بالكوا انا قلت ايه يعني مش هنيجي مثلا نقول لما يتم بقى خمس سنين نعلمها له تاني نأكد لا هو هيتعلمها دلوقتي خلاص فلازم ياخد وقته في تعليمه ولازم نصبر عليه من ضمن الاخطاء الشائعة برضو قوي دخول اكتر من شخص مع الطفل للحمام يعني لما نيجي بقى نقول له لما تعوز تعمل لدخله بتاع لا ما يبقاش يعني هو يا بابا يا ماما فهمتوا قصدي؟ مش عندنا ضيوف بقى حتى لو اخويا ولا اختي ولا ما فيش حاجة سماكت تمام كده؟ من الاخطاء برضو ان البوتي او اللي هي بتاعلي عارفين البوتي اللي هي القصرية يعني القصرية خلاص انها تكون خارج الحمام لا هي مكانها في الحمام ما ينفعش ان نبقى حطينها في ريسيبشن ولا في الصالة ولا في قط النوم ما ينفعش هي مكانها في الحمام هنقول الله طب ما فيه اوقات الطفل مش هيمسك نفسه اه لازم نسلم ونوافق ان فيه ضرورة ان هيحصل مرات خطأ هيحصل هيحصل كل الناس اللي مروا بالتجربة دي هيقول لكم الكلمة دي خلاص بس الشطرق بقى ان احنا نعلم الطفل مش نضغط عليه نعلم الطفل ولما يعوز ويشاور لنا انه عايز يعمل يالله نروح بسرعة بسرعة على مهلنا يعني لان احنا احنا نقول الطفل بسرعة فبعد الشر يمشي بسرعة فيتكعبل او حاجة زي كاته تمام من الاخطاء برضو انه ممنوع ان الطفل مثلا انه هو بيعمل اه توالات سواء بول او براز يعني ان الطفل يبقى معلع بيتو لا مفيش حاجة سماكة ده غلط برضو خلاص لان ده مش مكان لعب من الاخطاء برضو ممنوع ان احنا مسلا ناكل اسناء التدريب فيه ناس بقى اللي هو ايه انت هتعمل اه فالطفل يطول شوي طب اجيب لك حاجة تاكلها طب اجيب لك حاجة تشرب مفيش حاجة برضو سماكة كده جماع صح كده فاكرين لما قلتلكم زمان في اول حلقاتنا خاطر بتقول لكم كل حاجة مش طبيعية ما نعملهاش صح كده مفروض يعني ان احنا ما بناكلش واحنا في الحمام او الا اذا كان فيه ناس نانية بتعمل كده بقى الله واعلم بيعملوا كده ازاي كمان من الاخطاء الجامدة جدا ان احنا نتهم الطفل بالكسل مثلا اللي هو انت كسلاء انت مش عايز تتعلم خلاص ده غلط كمان غلط ان احنا نربط التعليم بالمكافئات او التحفيز الموضوع ده في البداية بس انما مش بعد كده كل ما يقول انا عايز اعمل يا ماما او من غير ما يقول يشاور لنا في اطفال ما بتتكلمش يعني بنبدأ تعلمهم من المهارة دي ويكونوا لسا بيكلمون فنجحنا مش لازم كل مرة نديله هدية لا ده في الاول بس والتحفيز كمان انا اقصد التحفيز المعنوي لو برافو شاطر او برافو شاطرة انت شاطرة وانت جبيء وهكذا هو ده التحفيز انما مش المكافئات بقى والحاجات دي كلها او هنعمل كده واحنا هنخرج او هنعمل كده واجب لك لعبة لا ده غلط غلط شائع كبير جدا جدا كمان من الاخطاء ان احنا ده اخطاء بقى احنا ممكن نعملها ان احنا اه نربط تعلم الحكاية دي مثلا مع الاطفال باي محتوى تاني ممكن نشوفه على الانترنت انا شفت حاجات زي كده الحياة واتصدمت يعني مثلا اللي هو ان الحيوانات بتتعلم ازاي طبو احنا مالنا وما الحيوانات انتم فهمين ازي يعني استخدام الحيوانات كنموذج للتعليم ده غلط خالص ده بيعمل تشوش رهيب عند الطفل خلاص في البدايات على فكرة في بدايات تعلم المهارة دي ممكن الطفل يجيله امساك خلاص فخلوا بالكو ما تدوش ملينات الطفل يأكل خضار ويأكل فكهة ويشرب مية دي من الاخطاء الشائعة قوي انه فيه اطفال لما بيبتدوا المهارة دي يقوم عشان هو يمسك نفسه يجيله امساك يعني المجيء اللي بمعابل عكس تمام لازم كمان نصبر على الطفل لو حسب الخوف من التوالت يعني فيه اطفال بقى لما بننقلهم من البوتي للتوالت نلاقيهم طبعا فيه اعداد كده بتتجاب وبتتحط على قاعدة التوالت تناسب الاطفال لكن بعد كده ممكن الطفل يبقى خايف شوية فلازم نقدر هذا الخوف ولازم نبقى فاهمين برضو ان التحكم بتاع بالليل بياخد وقت اطول شوية في الحكاية